موسيقى أنا أحمد عبدالصمد موزيع صباح الخير يا مصر ونشرات الأخبار في التلفزيون المصري مبسوط قوي اللي أنا هكون معاكم النهاردة في حلقة أنا شايف أن هي هتكون قريبة لقلبي علشان هكون في حوار مع أمي لأول مرة عمري 36 سنة لكن أعتقد مش هتجمعنا أبداً قاعدة زي اللي هعودها النهاردة محشتين يا ماما وإنت محشين جد جابوني عندي شوية أسالة هقولها لك ماشي كلمة بتحب تسمعيها مني وإحساسك بيها إيه حبيبتي يا أمي أنا بقولك كده أوه ما بتكون عايشتها مني حاجة بتقولي حبيبتي يا أمي بإمتى بتحسي إنك فخورة بيها وأنا بشوفك على الشاشة طيب سؤال إمتى عيضتي بسببي بس من الفرحة أمي أول يوم طلعت فيه كان تقريباً يوم 22 فبرايل أستنى اللي فاتت أول يوم طلعت فيه هواء هتعملي إيه لو صحيتي من النوم ما لقيتنيش موجود في حياتك لأ بعد الشر أنا كمان مش شابة موجودة بعد الشر عليك لأ ربنا يخليك لي يا رب وتبقى كرة عيني اللي على طول تحب تشيل إيه مني وتحط إيه في شخصيتي إن أنت ما تقباش عصب يا أحمد شان أنت على طول على طول بتتنرفز الأيام دي بالذات وحط في شخصيتك إيه إنك تقبقى هاجي احكي لي موقف خفت علي فيه وحستي إني بروح منك لما كان عندك كورونا خفك علي لما كبرت أكتر ولا لما كنت صغير أكتر خايف عليك على طول أنت وإخواتك يعني مش مش أنت بس دورك بقى في الأسيرة إيه أول حاجة بتيجي في بالك لما بتسمع كلمة ماما الحنام الحب الاحتواء بجد أهو الله هتعمل إيه لو صحيت من النوم ما لقتنيش موجودة في حياتك هتمنى إن اليوم ده يحصل لأنا الأول قبل ما يحصل بعد الشرف أشعرتني من سؤالك لأي ماش بتحب تشيل مني إيه وإيه الحاجة اللي بتحب تكون فيه طيب ما بتغضى بي بتزعلي ده الحاجة اللي أنا أحبة شيلها إيه الحاجة اللي أتمنى إن هي تكون موجودة فيكي عمري ما شفت فيه حاجة ناصر بسرعة لا أنت كده بتجاب لا والله لا قولي سرعة لا والله بجد عمري ما شفت خلال ناصر لا والله لما بيحصل بيننا سوق تفاهم أو خناقة بتقول علي إيه أنا بيعجلني إن يعني لو تخانئنا معتقد عمري خنايتنا ما كملت ساعتين تنادي يعني بعد ساعة على طول بتجيل الظبط يعني أنا اللي باجي هو أه بص أنت بزعني بالنم الموضوع على طول أه خلاص أنا قلت أنا آسف إيه أكتر كلمة أنا بقولها في البيت ما بتعجبكش آآ يا أحمد هتتأخر آآ صح دي إيه أكتر نصيحة قلتها لك بتفتكيرها دايماً وفرق معيك إلا أركز في شغلي إلا أنا مهما الدنيا جات علي ما استسلمش وأكمل يعني دايماً بتساعديني وبتزوقيني الأدامي وسامح وسامح بتعرف إزاي النزاعلانة ولا مبسوطة المطبخ دايماً زعلانة مفيش مطبخ مبسوطة في مطبخ وفي ضايد بيبوز أي خلاص كده؟ ها زعلانة مني في حاجة بقى؟ لا بقدر شاد بجد والله لا والله ما استغل وجودي مش هيحصل القعدة دي تاني يعني أنا زعلانة بس أني أنت بتعودش بعانا كتير بس اسم ماما بالكامل فتنة السيد محمود حمودة فتنة السيد محمود حمودة يوم وشهر ميلادها وبرجها ايه؟ سبعتاشر واحد تقد ألف تسعمية ستة وخمسين لا تمانية وخمسين سبعتاشر واحد تمانية وخمسين أكتر أكلة ماما بتحبها محشي مكرونة بشاميل مكرونة بشاميل والمحشي بجميع أنواع بتحب تعمل ايه؟ في أوقات فراغها وهوايتها ماما دايماً لو لات نفسها فاضية بتدخل تعمل أكل معجنات حلويات دخولي المطبخ اسم الدلع اللي بتحبه؟ طيب هي ماما سمعها فتنة وبنقولها فيفي بحبهم يندهولي بفيفي أكتر حد بترتاح فيه التعامل معاه من قرأيبكم ماما عندها كل يوم الصبح لازم يكون فيه مكالمة لخالي محمود وخالتي لها عزيزة وبنقولها زيزي أخويا محمود وأخت الصغيرة عزيزي ماما عندها فاسبوك ولو عندها بتعلق عند مين دايماً؟ لأ منعين الحاجات دي تدخل عندنا إحنا منايفة بعدناش الكلام ده لأ ما عنديش للأسف آخر جملة بتقولها لك قبل ما تنزل من البيت دي الدعوة اللي أنا بحب اسمها على طين من ماما ربنا يسطر طريقك ويسر لك ويوقف في طريقك ولدي الحلال دايماً يعني ربنا يسطر طريقك ويسلح حالك ويوفقك لو جالها مليون جنيه حالاً تفتكر أول حاجة هتفكر تعملها إيه أول حاجة ماما هتعملها لو جالها فلوس هتوزعها علي أنا وأخوتي فيارب يجالها فلوس إيه أتبرع لصالح الأيتام وبعد كده أشوف برضو ولادي لو حد فيهم محتاج حاجة أنا طلبوا مني وأنا جاي إلا أنا أكتب رسالة لحضرتك كتبتها إلى أمي الوحيدة التي لن تتغير ولن يبدلها الزمن مهما طال فاكرة يا أمي فاكرة وإحنا صغيرين أنا وإخوتي لما كان الواحد فينا بيتأخر بعد الساعة 11 بالليل فاكرة رد فعل بابا على مخالفة قواعد ونظام البيت وتلميته الشهيرة مكان ما كنت إرجع إرجع فاكرة تدخلك في دقايق لاحتواء الموقف بطيبة قلبك المعهودة علشان يسمح لنا بالدخول وبتبريرك بأننا هنلتزم بالموعيد بعد كده في المرات اللي جاية الدرس ده تحديدا درس بابا زرع فينا بالالتزام واحترام الكلمة والقواعد وانت زرعتي فينا بطيبة قلبك الحب والتسامح والصدق المنجي كل سنة وحضرتك طيب أولا تقدم الناس كلها والله بحبك أولا والله وأنا بحبك يا حب ما تقوليش بحب محمود بس لا بحبك أنت محمود ومصطفى ربنا يخليك أولا يا رب خلينا كلنا البعض وأنا مبسوطة قوي إن أنا يعني قعدت قبضت وقت جميل معاك ما بيحصلش طبعا فأنا بشكر الأول حاجة القائمين على البرنامج وبقولهم أنا مبسوطة قوي ومبسوطة إن أنا جيت في التلفزيون المصري كل سنة وأنتو طيبين ويا رب دايماً يجمعنا في الخيار يا رب كل سنة حاجة طيبة سبحاني بقى حبيبي سبحاني بقى سبحاني بقى سبحاني بقى سبحاني بقى بحرم الشمال